بعد ما فريق تانجو سورو نزلوا في جزيرة الهياكل السحرية وتانج استغال قوة شياومياو لتحديد اماكن سورو وفريقها بس الصدمة جون نحس نزل معهم في نفس المكان لكنه قدر يهرب منهم في الاخر تانج لحظ ان سورو نزلت لحالة في هيكل المياه وانطلق باتجاهها بسرعة بسورو استشعرت حضورو واتفادت هجومه بكل سهولة لكن المصيبة تانج استطعب بوفنج المزيف عشان يساعدوا في قتاله دات سورو اوفي المصيبة سورو تحطت في موقف صعب جدا ومش عارف تعمل اي حاجة بس فجأة انفجار عملاق هزي المكان بالكامل والصدمة تميمت وانج السحرية شبه انكسرت بالكامل وطقت الروحية بدأت تتسرب لخارج جسده يا لهوي بس في اخر اللحظة موجي عض وانج في رقابته وامتص طقت الروحية بالكامل قبل ما يدمر الدنيا اوفي الانقاذ وانج استغل الوضع واندبج مع موجي عشان يخفي قوته الحقيقية وسيطر على الهيكل بكل سهولة تانج انصدم من اللي حصل لكنه حطت خطة لتفادي اي قتال ضد وانج وامر اعضاء فريقه بالتفرق لحماية كل الهيكل البقية وفي النحية التانية سورو حطت خطة هي كمان وهي انهم هيستغل قوة وانج الجديدة لحماية الهيكل اللي سيطر عليه ويبعثوا تشين شاو لسيطر على الهيكل تاني وحمايته اما جو سورو هيسيطر على الهيكل تالت لضمان التقدم على فريق تانج لكن الرياح لا تأتي بما تشتهيه السفن فريق تانج عمل حركة مفاجئة وبعت بوفنج لمهاجمة تشين شاو في هيكل المعدن لكن تشين شاو اطلق العنان لقويته المهولة وقدر يهزم بوفنج بصعوبة بس الصدمة تشين شاو ظهرت على شكلها الحقيقي وهدمت على تشين شاو بكل وحشية يتفشق فيا ترى الا يحصل ولو لسه يا صحب شفتش الأجزاء اللي فاتت تهت شوف من عام تلاقي الفوء او او الكوميدي تحت ويلا كده خلينا نطلق فالمهم عشان تنضم لينا والصحابة ما تنساش بقى تشترك وتفعل زر الجرس ويلا كده خلينا نطلق في حكاية اليوم حكاية من أجمل رواية لاتس جو بنرجع لفترة في الماضي سرؤالة للفريق لو طبعنا الخطة دي خطة الحفاظ على هيكلين والسيطرة على الهيكل الثالث فكده نتيجة هتصير ثلاثة مقابل اثنين وده مش في صالحنا لان فريق تانج جمع نقاط كتير موت وقرب يملي شريطه بالكامل عشان كده لازم نستغلهم للتقدم عليهم سامع يا وانج ولا انت في الطراوة وانج بقول لا 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 تمام تمام وبطبع الخطة بسرعة بنرجع لاشياومياو واللي كانت بترائب وانج عند هيكل المياه بتستنى اي حركة اي حركة ليه عشان تسرق الهيكل منه فجأة انفجار عملها اخضار في هيكل النار وفريق وانج استحوذ على الهيكل بالكامل الشي هو مصدومة مستحيل ازاي سروة ابو كرشا هزموا القائدنا بالسهولة دي انا لازم اروح لهناك بسرعة بس الصدمة فريق وانج استحوذ على هيكل تاني كمان يا خبر الشي اوجالها سكتة قلبية مش عارفة تعمل ايه فجأة موجي ظهر وراها بس شكله كان غريب ومرعب جامد يا صاحبي الشي هوت جمرت من الخوف وفدت هش فيه هش هش ابعد عني تطلعت اللي من اين والمفاجأ يا صاحبي طلعت دي هي خطة سرو واللي كانت عبارة عن انفصال وانج عن الكلب موجي للاستحواذ على الهيكل التانية بدون ما اي حد يحس بي لان قوته ضعيفة فشخ وما حدش هيقدر يلاحظه افي الخطط وبكده وانج يدري يسيطر على الهيكل بكل سولة اما موجي هيتحول لهيئته البشرية ويفضل مكانه عشان الشي هو ما تلاحظش غياب وانج يا اخي هي دي الخطط ولا بلاش الشي هو مصدومة بتولي نفسها هم زي حملوا كده انا متأكد ان وانج ما تحركش من هنا موجي برد عليها قدرتك بتقدر تحس بالطاقة الروحية للبشر وبس وما اني كلب وحيوان يعني مادرتيش تحس بقوتي بس انا استغلت خيوتك السحرية وحددت مكانك بالضبط الشي هو مصدومة للاحداث الجنونية اللي حصلت ولكن موجي يخلص عليها في الاخر في الوقت ده صورو حاولت تتواصل مع تشين شاو عشي تطمن عليه بس مش بيرد عليها جو بيقول لها ما تخفيش بما ان هيكل المعدل لسه معنا فاكيد تشين شاو لسه كويس وانا هتأكد من كده اما انتي روحي لهيكل التراب بسرعة عشان تساعد وانج في السيطرة عليه صورو بترد عليه تمام وتنطلق لانك بسرعة اثناء كل ده ابو وانج كان بيراقب اللي بيحصل بس مش مش تريح لكده لان تميمة كتبح القوة بتاعت وانج بتتأثر باي مشاعر عاطفية بداخله ولو حصلت اي حادث تسببت في اختلال مشاعره فالتميمة هتنكسر بالكامل وهتتسبب في دمار العالم تماما بس للاسف وانج عانى كتير في حياته قبل كده بسبب كل ده لدرجة ان الناس بارت عنه وما حدش كانوا تقبلوا حرفيا لحد ما انضم لما اندرست جو السحرية وهناك ابل سورو وجو ويتشين شاو وحس بشعور غريب تجاههم لانه اول مرة يلاقي اشخاص بيعملوه بكل اريحية وحب واعتبروك صديق ليهم يعني يا خبر لدرجة انهم خاطروا بحياتهم في سبيل انقاذه وكل ده اثر على قلب وانج لكنه ما كانش عارف انه بدأ يحس بمشاعر الصداقة تجاههم يعني بنروح لجو واللي وصل لهيكل المعدن وفضل يدور على تشين شاو لكن الصدمة تشين شاو مياو كان مخبوز مفشوخ يا صاحبي بالكامل وصارع بين الحياة والموت يا لهوي في الوقت ده وانج وصل لهيكل التراب وجه هالسيف عشان يسيطر عليه لكنه حاس بشعور غريب داخل جسمه وقلبه بدأ ينبط بكل جنون موجه حاس بان قوة وانج هتنفجر خلاص وانطلق بيتجاهه بسرعة وانج مستغرب من الشعور ده لانه اول مرة يحاول كبح مشاعره بدون مساعدة تميمة الاضعاف بس استجمع نفسه وحط السيف في الهيكل العداد بدأ يعد وانج قاوم مشاعره بكل صعوبة لكنه ما يقدرش يستحمل التقلبات الجنونية دي وسهب السيف في الاخر المعلمة بان بتصرخ فيه ايه تبتعمل ايه امسك السيف بسرعة وانج استسلم خلاص مش قادر يستحمل كمية المشاعر المتضاربة اللي بداخله بس في اخر اللحظة سورو ظهرت في المكان ورجعت ايد وانج للسيف وانج هيد بالكامل بس هده وسيطر على مشاعره بسلاسل الحب والكلام الفاضي يعني ايش يعني كان هينفجر زي البلونة وعشان سورو وصلت خلاص انطفع ليه شمعة هو اه بس عيل سمباوي المهم العداد رجع يعد تاني وفريق وانج سيطر على الهيكل الخامس اخيرا وبكده وانج وفريقه سرق الفوز من فريق تانج في اخر اللحظة المدرسين مبسطين اخيرا اخيرا كسبنا المنافسة المنافسة دي كانت صعبة ابو وانج مصدوم اللي حصل لكنه انبسط لان وانج ادري يلاقي اصدقاء حقيقيين اخيرا يا سلام يا اخي المعلم جاءه بيشوف الاوضاع دي في هيكل المعدن بس المصيبة جاءه بيصرخ باعلى صوته اسعاف هاتوا اسعاف بسرعة المعلم زوكا زوكا بيصرخ في المناسقين المباراة هاتوا الاسعاف فين فريق الانقاذ وبيقول له شيء ازاي ده يحصل تقول له ان المكان ده مزود بنظام حماية بيمنع الاضرار الجسدية عن المشاركين فيه شيء بترد عليه فعلا المكان مزود بالنظام ده ومستحيل اي حد يقدر يكسره غير الاشخاص اللي بيمتلك قوة روحية كبيرة بس الطلاب اللي هنا لسه في المرحلة الاولى يعني ومستحيل اي حد فيهم يمتلك القوة دي زوكا بيصرخ فيها نظام كو طلع خربان وحياة تشين شاومياو في خطر دلوقتي العيل مفروش انقذوه اثناء كل الخراب والهيصة دي وانجو سرو كانوا عايشين في اجواء الحب وبص والاها منهم والتشين شاومياو مفروش زي السجادة بيموت يا صاحبه في الناحية التانية المهم فجأة تشينك ظهرت ورا سرو وخلصت عليها بدربة واحدة يا نهار يسوح وانجو مسك روح سرو لكنها اختفت منه في الاخر افي الصدمة وانجو فقط اعصبه بالكامل واطلق العنال لقوته الجحيمية يا لهو دي خربت الجينك مسدهمة ومش يعرفة تعمل ايه بس وانجو هنم عليها بكل قوته بس في اخر اللحظة مجدار في المكان ووقف الدنيا بالكامل بس على مين وانجو كسر حادث الزمان والمكان والكل حاجة ونازع الجين بوكس طيارها بعيد الجينك بتضحك بكل جنون مش بتتأثر يعني انت هو انت الشخص اللي كان بيحمسه في الخفاء اخ بس انت ملكش هي لازمة حرفيا لان خلصت عليها خلاص وانجو اتعصب جامد وفقط اعصابه تماما بس الجينك هاجمت عليه بكل قوتها وانجو صده بسهولة والجينك فضلت تهجم عليه بوابل من الهارمات فجأة وانجو رزحها بوكس طيارها في السماء واطلق صخور عملاقة باتجاهها الجينك مصدومة بتحاول تهرب من المكان بس بدون اي فايدة وانجو ثبت بالكامل والصخور بتضرب فيها من كل مكان وانجو مرحمهاش حرفيا فرشها وانطلق باتجاهها بسرعة رهيبة الجينك مرحوبة خلاص مش عارفة تعمل اي حاجة بس وانجو فجأة بوكس تاني رزحها في الارض وكمل يا لهوي الجنون ده كل ده حشان ضربت سرق نعم انها قوة الحب والبصل وانجو طيارة في السماء تاني واطلق عليها وابل من الهجمات بانفجار عملاق غط السماء بالكامل الجينك تبهدلت دماعة اتفرشت وطحة للارض بدون اي حركة بس وانجو وصل ليها وجمع طاقة جحيمية في ايده عايز يموتها خلاص بس الصدمة بتضحك بكل جنون يا خبر دي لسه عايشة تصرق فيه انت مش مختلف عني يلا خلص علي اقتلني عشان تنتقم لسرق وانجو سمع كلامه وفاء من جنون المرعب ورجع لسرق بسرعة يلا تعال هنا تعال اقتلني ايوه الجبان مش عارفة لا يعمل فعلا ده مجنون هيحولك لشربة بس وانجو مش بيرد عليها ويروح عشان ينقذ سرق بس للأسف روح سرق وغادرت جسادها خلاص وما فيش اي حاجة ممكن تساعدها اخي الاحزان موجي بيقوله روح سرق دمرت بالكامل ومستحيل تستعيدها مهما ما ذلت من قوة وانجو بيرد عليه بس جسمها لسه دافئ ونفسها مازال موجود موجي بيقوله نفسها موجود لاني وقفت حاجز الزمان والغربان قبل ما تفقد روحها بالكامل واول ما رجع الحاجز زي الاول روحها ترحل عن جسادها بدون اي رجوع يا سلام يا الهبل طبعا يا صاحبي كل الهري ده عبارة عن ميت مخلل في بخ الكاتب فما تسديش اي حاجة منه يعني وانجو بيصرخ فيه مستحيل مستحيل ده يكون حقيقي اكيد في حال ممكن تتعمل لمساعدتها ممكن بيرد عليه بقولك روحها تفشفشت اتدمرت بالكامل اتفشخت خلاص ومستحيل ترجحها يعني مهما عملت وانجو بقول له لا اكيد فيه طريقة انا 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 ممكن امدها بقوة الروحية وانقزها وكي بيرد علي بقول لك مستحيل لان ما فيش اي بشري في العالم ده هيقدر يستحمل قوتك المهولة دي لكني ممكن اخلي حاجز الزمان فعال الابد وبكده انت تتحافظ على كل الحيوات اللي جنبك او ممكن الغل حاجز ده وترجع تعيش حياتك القديمة من تاني وانجو مصطوب من الكلام وبيمكي بكل حرقة لانه ما يقدرش يساعد اعز اصدقاه في الاخر اخ يا الاحزان فجأة فكرة جنونية وصلت لي وهي اعادة تشغيل العالم لصيغة الاحداث من تاني وده ده 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 زي اصلا ده هبل ده بس وانج نفد الفكرة واعادة تشغيل العالم بس بدون اي فايدة طبعا جنك بقول له روح سورة ده مرض خلاص وما فيش اي حاجة ممكن تساعدها وانج ما تملكش نفسه وضرب الارض بقوة جنونية في سبيل اعادتها ولكن بدون اي فايدة مجي بقول له ما خلاص يا براس تدور على اي بنت تانية هم البنات خلصوا يعني وكده كده مهما عملت بشريدة تسترجحها خلاص وانج بسرق فيه لا لا ده هي هي وبيعاتب نفسه وقعد يعيط لانه ساب اليانج من البداية وده اللي تسبب في مدسوره في الاخر بس بسأل موجي انت مش قلت انك بتدت تحكم بالزمان زي ما انت زي ما انت عايز موجي برد عليه ايوة انا بحرك الوقت بسرعة كبيرة قريبة من سرعة الضوء وده بيتسبب في توقف الزمان لكن مش بقدر ارجع به يعني يا عم زكي وانج بقول له معنا كده ان لو عدينا سرعة الضوء فاحنا هنقدر نرجع على الماضي ونغير اللي حصل موجي برد عليه فعلا ده ممكن يحصل بس احنا محتاجين طاقة روحية كبيرة موت عشان نقدر نعمل كده وانج برد عليه ممتاز انت هتندمج معايا وتستخدم طاقة الروحية عشان تعمل كده موجي بصرخ في اتعابيت يا ابني اتكد هتخترق نظام الطبيعة وهتتسبب في كوارث بيئية هتأثر على العالم اجمع وانج برد عليه مش مهم انا مستعد ادمر العالم بالكامل في سبيل استعادة سرم الجديد وااو ومن الحب ما قتل يا صاحبي ده هيفرتك العالم بالكامل عشان بنت واحدة اوف كويس انا مش عايش معاك كنت هموت بالغلط يا خبر بس المشكلة ان الحب ده هيدمر تلت ربع العالم يعني الله المستعان بس ممكن بقول له انت متأكد من كده وانج بقول له متأكد بطل كلام كتير وتعالى يلا ممكن انت ما اجمعها فعلا وطاقة مرعبة ظهرت في نص المكان فجأة وانج لقى نفسه رجع ليوم انضمامه للمدرسة والاحداث بتتعاد من تاني والشخصين اللي دايقوه اقربوا منه وحاولوا دايقوه تاني لكن المفاجأة وجوه اتصدوا ليهم وانقضوا وانج منهم وانج مصدوم مش عافي عملية فبيديموا الفلوس في الاخر وانج لسه عابين زي ما هو ما تغيرش لكنه بلاحظ ان في حال غريبة انا فاكر ان مريت بالموقف ده قبل كده بس مش فاكر فين فبيضطر لي كم مليون وبشكل طبيعي بس في اخر اليوم وانج لمح سروا مروحة بعربيتها في بلحاق بسرعة لكن الصدمة تانج وشياو هما اللي في العربية ومستغربين من تصرفات وانج وانج اتأسف اليوم ورجع لبيته في الاخر وكل ده كان عبارة عن العالم التاني اللي تم انشاءه بسبب اندماج وانج مع موجي بس المصيبة العالم ده بتغذى على الطاقة الروحية بتاعت العالم الاساسي ولو العالم التاني ده فضل مكمل العالم الاساسي هيتدمر بالكامل بسبب استنزاف طاقته الروحية في مكان تاني في العالم السفلي واحد من الجنود رح للملكة بتاعتهم وقال لها احنا بنواني مشاكل في التعامل مع البنت دي ومش عافين يتعامل معها الملكة بتبص عليها وبتنصدم استني سواني ده هي بنت رئيس شركة فلاور فورت الشهيرة اتبع انصدم يا لهوي ده قريب معلمنا الاسطوري الجام متفشخ واحنا لازم ننجحها للعالم بسرعة صورة بتسألهم انتم مين وانا بعمل ايه هنا الملكة تنعبت واربت منها بسرعة اه اه اتي بتحلمي كل ده مجرد حلم ولا بتركزيش في اي حاجة بتحصل هنا واحد من الجنود بيوصل للمكان بيصرخ في الملكة الملكة بتصرخ فيه انت عايز انت كمان يا عم بديني خربانة خلقة الجند بيرد عليها في انفجارات عملاقة هزت المملكة بالكامل احنا لازم نرجع البدي دي بسرعة قبل ما وانج يدمر عالمنا ويمحين من الوجود في الوقت ده وانج كان عايش في عالمه التاني وراح لحديقة العالم السماوي مع لكنه كان حاسس انه عدم الموقف ده قبل كده ملحوظة وانج مش فكر اي حاجة عن العالمه الاساسي عشان كده ومش فكر اي حالة من الاحداث اللي حصلت قبل كده الصراحة الوقت حاسس ان انمي ده جلب ملوخية عالم سفلي وعالم سماوي وكوكب تاني وحاجة يا خبر وقال لي بيحصل المهم وانكمل في رحلته في الحديقة ووصل لتمثال الحقيقة المعلم جوب يعرفهم على التمثال ده بقول لهم اي حد هيحط ايده داخل التمثال هيعرف حاجة اكيدة عن مستقبله اتشين شاو حاط ايده فعلا والتمثال قال له هتشيل تلات مواد السنة دي دخل في حالة احباط ده مجرد تمثال يعني ده حاجة تفها كمان يعني انت وكن تعوضها بكل السولة مش بيرد عليه وبيكمل عياط جول راح يحط ايده هو كمان بس التمثال قال له انت هتتجوز في السن الاربعين يا خبر جول را كان جب تشين شاو دخل في حالة احباط هو كمان عالم مسخرة المعلم جوب يقول له يلا دورك ادخل يلا حط ايدك عالتمثال وانج حاط ايده عالتمثال فعلا والتمثال مش بيقول اي حاجة جوه مستغرب هو خرب ولا يشغال انت فجأة التمثال تشارخ وقرب يتدمر بالكامل اتشين وجوه مصدومين يخرب بيتك انت كسرت التمثال ولا ايه مصدوم هو كمان مش فهم ايه اللي حصل بس بيكمل رحلته معهم وصل للدولاب الدوار اللي راح ليه مع سرق وانج شاف الدولاب وحس انه جي المكان ده قبل كده بس مع الشخص عزيز عليه اتشين شاو بيسأله انت كويس يا ابني اتصرف فتا غريبة من الصبح وانج بنود عليها انا انا تمام وبيركب الدولاب في الاخر بنرجع على العالم السفلي الملكة فضلت تكتب حالات غريبة كده على شاشة وقالت ممتاز كل التحضيرات بقت جاهزة لارجع سرق 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 مش فهم اي حاجة بس فجأة سرق رجعت لجسدها واستعالت روحها من تاني جينكي شافها وقفت جمبه وانصدم اتجمب مكانه يا خبر ده 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 الشبح ده بس سرق سألت له على اللي حصل جينكي وراها كل اللي حصل فعلا وقالها ان وانج قرر انشاء عالم جديد لانقاذها من مصيرها التعيس سرق تكسفت على الاخر بس جينكي بيكمل حاليا بما انك رجعت للحياة تاني فاحنا لازم نتدخل بسرعة ونوقفه من انشاء العالم التاني قبل ما يدمر العالم التاني والاول والخير هيكسر الدنيا كلها عشاني سرق مستغربة ازاي نعمل كده جينكي بيرود عليها ما تخفيش انا هتحول لسيف سحري واخليكي تستخدمينها عشان تحريري وانج من العالم بتاعه بس احنا ممكن ندمر العالم وحنا بنعمل كده سرق بترد علي مش مهم انا مستعدة دمر العالم في سبيل الحب اللي مبينها يا السلام دول عايزين يدمروا الكوكب عشان خاطر الحب يا اخي يا اخي الحمد لله اني مش عايش معهم الحمد لله كوزة تحول لرينجا المهم جينكي بتحول لسيف وانطلق مع سرق اتجاه وانج قوة وانج حاولت تمنحه من التقدم واطلقت علم وابل من الهدمات بس سرق صرت الهدمات وكملت طريقة باتجاه وانج لكن قوة وانج هاجمت عليها تاني سرق هربت من الهدمات بسرعة وهاجمت على وانج بكل قوتها والصدمة طعنته في قلبه يا خبر بس المفاجأ وانج اتحرر من العالم التاني ورجع لعالم الحقيقي في الاخر بعد كل الاحداث دي كلها وانج رجع للماضي لحظة تحول الجينك لشكلها الحقيقي وهجومها على تشين شاو بكل وحشية بس في اخر اللحظة وانج اتدخل وفعصها زي الصرصر يا بنت الكلب دي خرمت كل حاجة وبكده وانج ادري خلص على جينك قبل ما تعمل اي حاجة لسرق وسيطر على الهايكل الاخير وكسب المسابقة في الاخر يا سلام يا النهاية السعيدة اخيرا يا اخي اخيرا كنا هنضيع بسبب بنت والعالم كان هيترس زي البطاطس لو سرق ماتت بسبب وانج السمبي ده المهم الطلاب والمدارسين فرحوا وكل ده عشان كسبوا في المسابقة ولوما دارين باي حاجة اصلا بس المصيبة وانج ما قدرش يستعيد العالم زي الاول لانه استنزف جزء كبير من طغطه في انشاء عالمه التاني موجي بقوله انت كسرت قوانين الطبيعة بعد ما انشأت عالمك الجديد عشان كده ما فيش اي طريقة للرجوع لعالمنا القديم وانج بستغرب طب 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 هنعمل اي دي الوقتي جينك بقولهم بسبب هجوم سره الاخير تم فصل حاجز الزمان عن حاجز المكان ولو استخدم نوم تاني فاحنا ممكن نرجع بالزمن للعالم القديم قبل الكارثة ما تحصل سره بتقوله ممتاز كده احنا ممكن نرجع للعالم وننقذ العالم ده قبل ما يتدمر موجي بيرد عليه للأسف ده يكون عبارة عن الرجوع بالزمن مش سفر بالزمن يعني سره مش نفتكر اي حاجة عن اللي حصل وانج مصدوه ومتردد من القرار ده بس سره بتقوله مش مهم حتى لو نسيت كل اللي حصل هنا فحبها يخترق الزمان والمكان وهنتجمع مع بعض في الاخر يا سلامي سندريلة الصين انت وانج فرح من كلامها ورجع للعالم القديم لما خلص على الينج وفاز بالمسابقة بدون ما يخسر اي حد يا سلامي النهاية ابو وانج وصل للمكان وجهز التميمة السحرية عشان يحطاه عليه قبل ما يدمر العالم بالكامل موجي بقول له وانج خلي بالك لانك اول ما تحط التميمة دي فكل الذكريات بتاعتك والمشاعر عن سره هتتحبس من تاني لان التميمة دي هتقيد مشاعرك بالكامل وانج برد علي مش وهم اهم حاجة ان العالم يعيش في سلام ووئام يا سلام ابو وانج حصل التميمة السحرية عليه فعلا وحبس تقطو روحية بالكامل موجي بقول لك كده تم انقاذ العالم منك في الوقت الحالي بس اياك تمام الحركة دي تاني لان تقطي العالم الروحية نزلت جامد بسبب انشاءك للعالم الجديد وده يؤثر على البيئة والحياة المولودة هنا وانج قال له تمام مش اعمل كده تاني واتفعوا على كده بعد فترة جو وحراس المسابقة ابضوا على المجلمة جانج وحبسوها في سجن بعيد تحت حراسة مشلدة جو رح على مقار الشرطة شرطة السحرية وده الرئيس ملف القبض على جانج الرئيس بقول له ممتاز احنا كده ابضنا على رئيسة عصابة الضلال والزعماء هيتبسطوا من كده فجأة اتصال غريب جي للرئيس وقال له عن الاحداث اللي حصلت في مصابقة الهياكل جو بيسأله عن اللي حصل الرئيس بقول له في طاقة روحية عملاقة ظهرت في نصف المسابقة وتسببت في خفض مستوى الطاقة الروحية في عالمنا ده وده اثر على المركبات والطاقة الكهربية وعشان كده انت لازم تلغي المسابقة دي حالا ونتأكد من الحصل جو قال له تمام وانطلق لهناك بسرعة فبيرروح لما درست الفصيل تسعة وخمسين كل الطلاب مبهورين من فريق سرع عشان كسبوا فريق تانج ووصلوا للنهائيات كمان يعني كانوا قريبين من الفوز بالمسابقة لكنها تلغت في الآخر سروا جوه تشين شاو كانوا مستغربين من تصرفات وانج لانه تغير بالكامل من بعد المسابقة ومستاش يتكلم مع اي حد من بعدها تشين شاو بيقول لهم ده شكله عايد متوحد ومش بمعتبرنا اصحابه اساسا سر بتود عليه لا في حاجة حصلت ليه اكيد واحنا لازم نعرفها فجأة المعلمة باني دخلت الفصل وقالت لهم انتو حاليا اشتستوا المرحلة الاولى من صف النخبة ودلوقتي هتتجه للمرحلة الثانية من الصف وهي المرحلة التأسيسية واحنا كنا مندخل كلها على طول بدون اي اختبارات بس مما اننا تأهنا للنهائيات في مصابقة السيوف الاخيرة في وزارة التحليم وجهت انظارها علينا عشان كده اليوم هيتم عمل اختبار لتحديد الاشخاص المؤهلين لدخول المرحلة التأسيسية دي واي حد هيفشل في الاختبار ده هيتم استبعاده من صف النخبة بالكامل يا لهوي الطلاب فضلوا يصيحوا لانهم لسه جايين من الاجهازة ومش مستعدين لكده صوروا مستغربة من اللي بيحصل بس الشيش شاو بيقول لها ما تخفيش اغلب الطلاب اللي هنا قضوا الاجهازة في المصايف والرحلات والكلام الفاضي اما احنا اتدربنا جامد وشاركنا في مباراة السيوف كمان يعني المسابعة دي هتبقى السهلة فشق بالنسبة ليا بس تستنى ثواني وانجو ضعيف فشق ازاي هيقدر يعد من الاختبار ده وانجو ما كانش معاهم اصلا وكان مطريها على الاخر صوروا راحت لي بسرعة وقالت لما انك لازم تعمل الاختبار ده فانا عايزة امرل لك جزء من طاقة الروحية الطلاب ساملوا الكلام ده وفضلوا وصيحوا اشمعنا هو يعني اشمعنا هتدي طاقتك للعيل الخريان ده اتشين شاو قرب من وانجو وقال له انا ممكن اعلمك اسلوب جديد لاستحضار طاقتك الروحية بالكامل مرة واحدة وبكده انت هتدي تعدل الاختبار ده بكل سهولة صوروا بتصرخ فيه لا الاسلوب ده ممكن يأزيه وانا هتديه طاقت الروحية عشان تساعده اتشين بيرد عليها ما تخفيش انا كنت بتضرب على الاسلوب ده طول الصيف وما فيش اي حاجة حصلت لي ومش حالفه صوروا بتقول له انت خانت زير جموسة ومش بتحس باي حاجة اصلا اما وانج شخص رقيق وكيوت ومش هيستحمل الكلام ده وانج عمال ينجلد من الصبح دماعة ومش عارف يقول ايه اتشين شاو بيقول له صوروا لا طريقة هتكون احسن من طريقتك صوروا بتود عليه لا الطريقة هي الاحسن اتشين والصوروا بفضل يتخنقوا ويتنجروا زي ديوك بزبط بس يجود دخل ما بينهم بطلوا دوشة يا عم انت وهي وانج مش هنا اساسا بروح لوانجو اللي راح للحمام عشان يفكر في طريقة لتخطي المسابقة دي فجأة جو ظهر وراه وقال له انا عارف ان المسابقة دي ظهرت فجأة وانك ما كنتش مستعد ولا مجهز ليا بس ما تخافش انا استغلت الاجهازة وتعلم طريقة لصناعة الحبوب الذهبية ودي هتمدين ابطاقة مهولة ولو انت انضمت لياه وساعدتني في صناعة الحبوب دي فانا هساعدك في تخطي الاختبار ده بالسهولة وانج بيرجع لي انت متاكد انك عايز تساعدني ولا انت عايزي لحبوب دي لانك مش قادر تعدى من الاختبار جون صدم وفضل يصيح لا ارجوك ارجوك او ابوي سئدك يا اخي اساعدني ابوي هينفخني لو عارف اني شلت في الاختبار ده عشان كده انت لازم تساعد في صنع الحبوب الذهبية دي لازم اكسب في المسابقة دي وانج بقول له بس 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 بلا صيح بلا صيح ايه ده هساعدك بس الاول احنا عايزين الكلب موجي عشان يمدينا بطاقة روحية لتجهيز الحبوب دي بسرعة جون قال له تمام وراحوا للكلب موجي بسرعة في الوقت ده المعلم زوكا طلع على منصة الاختبار وبدأ يشرع على الطلب اولا اي شخص يسمع اسمه هيطلع على المنصة ثانيا يجمع طاقته الروحية بالكامل ثالثا بناء عليها هيتم انشاء سحابة رعضية فوقه والسحابة دي هتضربه ساعقة برقية ولو الشخص ده طلع سليم منها وما حصلوش اي حاجة فهو كده اجتازي الاختبار ده اما لو اتحرج وتحول لفحمة فهيرسف في الاختبار الطلب انصدبوا دي عاملة زي دائرة الموت واحنا ممكن يتقذي منها المعلم زوكا بيهديهم ما تخافوه لا تقلقوا احنا زودنا المكان ده بنظام حماية متطور وجبنا اسحاف عشان يلحقكم بصرحة الطلب بقوله يا ام احنا مرعوبين اصلا مش فاكر اللي حصل في المسابقة اللي فاتت بس المعلم زوكا بينادي على اول اسم الشخص اللي تنادي عليه طلع داخل الحابة وجمع قدم الكامل ها بس يتشوف في الاخر اتحول لفحمة يا صاحبي صروا لاحظت اني وانج مش موجود اصلا وحاولت تدور عليه بس تشين شاو بهدية ما تخافيش جو راح يدور عليه واكيد هيلاقيه يعني ابل ما الاختبار يخلص اسناء كل ده جو وانج كانوا في غرفة بتاعت صناعة الحبوب وقربوا يصنعوا الحبوب خلاص جو بيقول له وانج من بعد الحركة اللي عملتها معايا لما بدلت حبات البايزة بحباتك الممتازة انا ما اعتبرك كصديق اللي صديق الصدوق المدوق وهفضل مدين ليك طول حياتي وانج مستغرب اصلا مش فاكر اي حالة ولا فهم هو اصدق عليه اصلا لانه ما بدلش اي حالة اساسا بس جو ما كانش عارب كده فجأة جو سمع صوت اقدام جاي عليهم وطلعت المعلمة باني جو بيصيح لا لا ضعنا انفضحنا هنعمل ايه دلوقتي وانج اخد جرد المية وكب عليهم المعلمة باني سمع الصوت جاي من القوضة دخلت بسرعة بتعملوا ايه بس الصدمة وانج وجو كانوا بينشفوا هدومهم من المية وجو بيرد عليها احنا وقعنا في بركة مية في طريقنا يعني وجاني الهين عشان نشف هدوءنا مش اكتر يعني باني بترد علي بركة مية ده انا خلي يبكو كل مية ابعد كده بس ابعد ابعد ورين ورين ايه اللي وراك ده جو انصطم وانجمد مكان لا 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 ما فيش اي حالي وراي والفرن ده فاضي ما فيش في اي حاجة وانج غمز لموغي بسرعة وموغي هدم على باني بكل قوته بس فضل يلحظ فيها جو استغل الفرصة وطلع للحبوب من الفرن خبها بسرعة باني فشخت موغي وراحت تشوف الفرن بس للمفاجئ الفرن كان مليان شربات معفنة جو بيقول لها احنا حطينا شرباتنا هنا عشان تشوف على طول باني بتصرخ فيهم نشفه نفسكو بسرعة وارجعوا لمكان الاختبار جو وانج قالولها تمام وباني سابتهم ومشيت من المكان جو استريح اف كنا هنضيع وانجي بيسأله انت وردت الحبوب الذهبية فين جو بيرد عليه خبتها في بطني بطنك انت عبيت يا ابني ولا ايه فجأة طاقة اسطورية غطت جسد جو بالكامل مس الصدمة جوت نفخ زي البلونة وقرب ينفجر من كمية الطاقة اللي بلحها لانه اكل حبيتين مرة واحدة وانجي اتدخر بسرعة وضرب بوكس خلاه يفسي كل الطاقة لبجسمه بلونة جو بقى عامل زي لوف بالظب بعد فترة جو فاء في المسابقة والمعلم زوكا زوكا ندى على اسمه جو انطلق باتجاه الاختبار بسرعة وبص على الساعة عشان يشوف عدة كام على اكله للحبوب الذهبية لانهما فعولا مش بيدوم غير ساعة واحدة بس الصدمة ساعتين كاملين عدوا من اول ما اكل الحب يا لهوي جو انصطم وعمل على حاله بس المدرس بقول له انجز وعمل الاختبار بسرعة يلا جو استسلم لمصيره وقرر يعمل الاختبار في الاخر السحب الجماعة فوي والبرق ضرب وكف بس المفاجأ البرق ما اصارش فيه اصلا وجو نجح في الاختبار ده بسهولة كو مصدوب وما فيش فاعم اي حاجة وإلا حصل بس الصدمة طلع كل ده لاني وانج ده جزء من طاقته الروحية لما انفرق طاقت الحبوي اللي فيه يا سلام وانج ده ملق الانقاذ حرفيا المعلم زوكا زوكا بينادي على اسم وانج وانج راح لمكان الاختبار والمعلم زوكا قاله بما انك اضعف شخص في العالم وهنا فاحنا لازم نديك خوزة عشان تحميك يعني من الصواعق اللي هتضربك على راسك دي وانج اخذ الخوزة فعلا ودخل لدائرة الاختبار الاختبار بدأ والسحابة رعضية عملاقة ظهرت في المكان الطلاب مصدمين بس البرق ضرب وانج بكمية مهولة ديك بقول له وانج للأسف الاختبار ده بيعتمد على قوة الشخص الروحية يعني السحابة دي هتفضل تكبر 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 لحد ما تستنزف طاقتك بالكامل وطاقت العالم الروحية بالكامل اوفي المصيبة دايما مصايب يا صاحبي سورة حاولت تدخل بسرعة وتنقذ وانج بس زوكا منحها اسبتي مكانك قوة تقريب منه نهائي المكان بقى خطر هنا سورة بتقول له بس هو ممكن يتأذي زوكا رد عليه احنا نفس الكبل الطاقة بسرعة سورة سمعت كلامه وراحت باتجاه الكبل حاولت تسحب الكبل معاه لكن بدون اي فايدة اتشين شاوجوه حاول يفصلوه معاهم بس ما يقدرش يحركوه صنطي حتى طاقت وانج غطت المدينة بالكامل وفصلت للكهربا عنها جينكي بقول له وانج انت لازم تعمل اي حاجة بسرعة وإلا هتدمر الكوكب وانج قال له عندي فكرة ورما باتجاه سورة وقال لا استخدام السيف الخشب اي ده عشان تطاعي كبل الطاقة سورة سمعت كلامه وقطعت الكبل بضربة واحدة لكن الصدمة ضربة سورة شقة الارض والمحيط والسماء كمان يا لهوي القوة دي يا بيت كل الطلاب مصدومين من اللي حصل بس وانج سأل المعلم زوكا هوان عادية الاختبار ده ولا ايه المعلم زوكا مصدوم اصلا وفاتح بج ومترين لتحت عادية الاختبار انت كنت هتشجي الكوكب شق بس المصيبة سورة تسببت في ظهور شق صغير في الفضاء والشق ده عمل تسريب لطاقة كوكب الارض الروحية لخارج الفضاء وفيه كائن غريب حسب القوة دي وصح عليها يا لهوي دي شكلها تبقى معجنة يا صاحبي يا راكا صاحبي تلعب بناروتو بس هو كبير الهوكا جي ايو بالزبط كده وطبعا ده فيه احداث بروتو اللي معظمنا مش حبيبها يعني فعلى عمومة يا صاحبي اللعبة دي جديدة ولسه نزلة حاليا على الساحة تيته طبعا تجربها سواء على الكمبيوتر او حتى على الموبايل على الاتنين والصراحة اللعبة اسطورية لانك تقدر تجرب طبعا ناروتو دلوقتي هو كبير والقصة كاملة من اول طبعا ما مسك منصبي الهوكا جي الصراحة اللعبة تستحق وتستحق كمان التجربة يعني قلتها لك مرتين يا صاحبي فعلى عمومة تلاقي اللعبة دي موجودة في اول كومنت مثبت يعني فجربها سواء كان للكمبيوتر او للموبايل وده طبعا يا صاحبي عشان دعموكو الرهيب لي دايما بجميلكو هدايا اسطورية فاستمتع وبسك يا صاحبي ده كان الجزء الاول من الموسم الثاني من انمي وانج الصيني قلونا بقى هلنكمل فيه ولا كده خلاص وما تنسوش استمتع بالهدية الرهيبة لسيبتلك في اول كومنت ولا شوفكو على خير في الفتاة الجاية Peace out man